السلام عليكم الله وبركاته حياكم الله جميع في جلسة من جلسات مقهر لسانيات اللغويات أجمعنا معنا اليوم الأستاذ الجميل الرائع محمد من جمعة أريزونا في أمريكا ورح يكون حديثنا اليوم عن اللهجات والأصوات في الحقل التجريب بمفاهيم ونصائح حياك الله أخي محمد الله يسلمك يا دكتور أشكرك أول حاجة على كرم الضيافة وأشكرك على رحابة الصدر طبعا هذا أول لقاء لي أنا باللغويين خلينا نقول أول مهتمين باللغاء واللهجات السعودية وأنا صراحة شرف لي هذا التواصل وهذا المقهر جميل جدا أنا تابعتها من البدايات في رمضان الماضي مع الجائحة مو كلها ولكن كانت صراحة مذرية كثير تعلمت منها فأشكرا حابة الصدر يا دكتور على الضيافة يا أخوان اليوم إن شاء الله جلستنا دائما كالعادة أنه هذا الجلسة عبارة عن ليست يعني محاضرة ولكن نقدر نسميها سواليف علمية في موضوع علمي فيها نتبادل فيها المعلومات اللي راح تفيدنا وتطور من مفاهيمنا فيه اللي تخص اللسانيات واللغة بشكل عام أخوي محمد تقدر تبدأ أنا أسوي نفسي الموت وإنت تتوقع الله كل شيء عندنا واضح بس حاجة واحدة قبل فضل محمد أنا عندي ولدي زوجة اليوم جاه اتصال على الطوارئ فراحت بشوت مريض عنده فحالة طارئة فعندي ابن الله يسلمك عندي ابن شوية مغرم بالديناصورات مغرم بالغوريلا ويشاهدها كثير فبعد ما شاهد أي حلقة يجي ويطلق صرخات أرض جو لا لا أبد خد راحة توقع الله صرخات يعني لا تتخاجر سمحوا الله طبعا أول حاجة قبل أي شيء أتمنى من الجميع أن لا يحسب هذه المحاضرة على أن هي فورمال يعني أو رسمية أي فكرة إضافية إلي أنا راح أتعلم منها أتمنى إضافتها إلي أي سؤال يدور في بال الجميع أتمنى لا يكون السؤال يعني أن يأخذ الشخص سؤاله بأنه أنا راح أتفشل أو راح يكون سؤالي مثلا بسيط جدا وراح يضحكوا علي الناس أنا ضد هذه الفكرة العوالم العلمية تنفتح لك بمجرد البدء في السؤال إذا أنت خلينا نقول كبت هذا السؤال وقلت أنا هذا راح يضحك وهذا راح يضحك والأستاذ راح يعني يتمسخر علي لا فأنت لن تتعلم فأتمنى من الجميع أن يطلق أي سؤال كان بسيط حتى البعض يطلق عليه سؤال سابج هذا مو صحيح هذا السؤال هو اللبنة الأولى علشان أنت تنطلق إلى البحث طبعا أنا أعرفكم بنفسي محمد الشاقوري مهتم باللهجات زي ما تشوفوا من السلايد في جامعة أريزونا قسم اللسانيات طالب سنة ثالثة مسار الأصوات والصوتيات الفونولوجي والفوناتيكس وهم كذلك المسار الفرعي اللي يسمو اللغويات الحاسوبية أو الكمبيوتشنال لينقوستيكس الآن راح أتكلم عن تعريف بنفس عساس البعض ياخد فكرة راح أقول إيش هالاهتمامات بدأت أول حاجة في الحقيقة عندما جيت لجامعة أريزونا كان البروبوزل أنه كان ودي أنه أدرس اكتساب الشعر النبطي من خلال نظرية الأصوات المعروفة المسمى بالOptimality Theory وكنت جدا يعني متحمس لها وكانت عندي بعض خلينا نقول في البروبوزل كان فيه عندي مادة خام جام عنها أنا وابتديت منها صراحة لكن تحولت بصراحة يعني هذا شيء لازم تتعلموا أنه بعض الأحيان أنت تاخد بروبوزل ولكن تنفتح لك العوالم زي ما تفضلت لكم في البداية بالسؤال يعني كل ما أنت أثرت الأسئلة تجد أن الفكرة هذه خلينا نقول صارت ما هي يعني ما تتحمس لها فتنتقل إلى مجال ثاني طبعا كان عندي اهتمامات في اللهجات والأصوات أنا من مدينة القطيف قبل 2009 كان عندي تيم كامل اشتغلنا على مقابلة كبار السن وسجلنا ما يقارب فوق الستين ساعة مقابلات مع كبار السن اللي كانوا يشتغلوا في مهنة الصيد اللي كانوا يشتغلوا في الفلاحة أو الزراعة اللي كانوا يشتغلوا في حرف مثلا فهدول عندهم مستخدامات وألفاظ خلينا نقول وتراكيب معينة فقررنا نحن عساس لا تضيع هذا هذا يعني خلينا نقول الموروث الصوتي واللهجة فقررنا أن نجمع وما زال هذا الفريق شغال يعني أنا بعيد صحيح عنه لكن هذا ما زال الفريق شغال وقاعدين يبنوا دراسات يعني مو دراسات قاعدين يبنوا خلينا نقول قاعدة بيانات منها انبثقت مجلة أو خلينا نقول صحيفة سميت من أحدى المقابلات اتعرفنا على فلاح استخدم كلمة اسمها صبرة وإحنا ما كنا ندر عنها فمنها انبثقت الآن مجلة في المدينة عندنا اسمها مجلة صدراء الإلكترونية طبعا زي ما قلت لكم تحولت الاهتمامات إلى الحقل التجريبي بحكم أن أنا كان عندي تجربة ولكن فيها صعوبات وفيها أشياء كثيرة يعني ما تتوقف صراحة وما تقدر تحلها لأسباب كثيرة إن شاء الله راح أتطلق منها ولكن في الفترة الحالية أنا الاهتمام منصب إن شاء الله في الدزرتيشن راح يكون في موضوع الهايبرارتيكوليشن أو التحسين الصوتي خلينا نقول ترجمة وعساس نتكلم بالعربي في النون كنكاتي نيتب لانجوجيز وما أخذ الفوناتيك ديريشن أوف مورفو فوناتيك سيجمينت في القطيفي دايالكت والليبانيز دايالكت الآن ليش شي القطيفي وليش بعدين الليبانيز هذي أسباب الكوفيد ناينتين فرضت أسبابها طبعا هذا البحث الآن هو في طور النشر أنا قاعد شغال عليه باقي لمسات الأخيرة وأسلمه إن شاء الله بإذن الله يقبل يعني راح أسلمه إلى أحدى المجلات العلمية هم كذلك من اهتماماتي زي ما أتفضلت لكم هو الكمبيتشنال لينغوستيكس هو عندي بيبر أنا ساكند أوثر فيها هو من خلاله قاعدين نحاول في هذا البحث نحاول أن نمكن الآلم نفهم النص المكتوب باللهجة طبعا زي ما تشوفوا العنوان country level Arabic dialect identification يوزن اللي يسموها الـ Neural Networks Recurrent Neural Networks with and without linguistic feature هي قبلة أمس الحمد لله رب العالمين وتحتاج بعد الموضي اللي قاعدين نستخدم وراح أتكلم عن موضوع الآلة من خلال أسئلتكم طبعا من موضوع الآلة وفهم النص المكتوب والملفوضهم كذلك والعقبات اللي يواجهها الواحد وكيف خلينا نقول الباحث العربي والباحث السعودي بالخصوص لأنه عندنا لهجات كثيرة جدا كيف يقدر يطلع أفكار لبحثه وهذه مهمة جدا هم كذلك إلي اهتمامات بدراسة اللهجات كوصيلة للتواصل في الحدث الاجتماعي يعني لما أتكلم عن الحدث الاجتماعي يعني مثل الآن هذا حدث اجتماعي اللي قاعدين إحنا في زوم وقاعدين كل واحد قاعد يحاورني وحاوره وناخذ ناطوية فيه وفي الأخيرة الحين أعمل مع فريق من الجامعة كـ Research Assistant مع الأدفايزر حقي في الكمبيتشنال لينغوستيك ومع مستشفى محلي في هذا البحث قاعدين نحاول نشوف الآلة لغة الآلة كيف قاعدة تقدر تسوي توقعات أو توقعات إلى مشاكل وصعوبات النطق عند بعض المرضى اللي عندهم أو عدم انتظام في الكلام يعني هي التجربة أولية هذه بس إن شاء الله أتوفق فيها خلينا الآن أتمنى أتمنى أن تقاطعوني أتمنى أن تقاطعوني يعني لا أكون أنا المتكلم الوحيد يا دكتور أنت بعد موجود وشجع الشباب لا أكون أنا المتكلم الوحيد ترى أحس بالبرشر أكثر أخي محمد ترى أنا موقف أنا المايكات لأنه في الأخير إحنا على قولهم نبدأ في الحديث أول في طرح الموضوع وبعدين بعد ما نتخلص نبدأ بعدين النقاشات يكون كذا موضوعنا يكون أكثر يعني جلساتنا تكون أكثر تنظيما طبعا ممكن ليلة راح أتكلم عن في يعني جاني خلينا نقول قبل شهر توصية من عند أحد في إحدى السيدات الكريمات من الخليج هي تدرس في المسانيات وهي في الماجستير الآن فهي يعني أرسلت إيميل لأنه عندها بحث لازم تقدمه للماجستير وما عندها فكرة فطلبت مني المساعدة في الحقيقة يعني أول ما جت لي بتوصية من أحد حسيت بحاجتين في داخلي أنا أمام أمانة علمية بمعنى أن هذا الشخص الآن كيف أنا أساعده بحيث أن أنا ما أكسر الأمانة العلمية بمعنى أن أنا ما أفكر عنه وهذه معضلة كثير أن البعض يفكر أنه لا خلينا أروح لفلان يعلمني وأنا بعدين أسوي البحث صحيح يعلمك بس لما يجي الشخص يعلمك حاجة هو رح يعطيك حاجة محدودة هو كلها لغة محدودة وبعدين أنت داخل عقلك رح تمشي في مربع محدود وفق اللي أعطاك إياه ما رح يمكن تقدر خلينا نقول تولد بحث أو فكرة خلاقة فكان والحاجة الثانية اللي دارت في بالي هم كذلك هي سيدة ويعني وعندها وزوجة وعندها أولاد وفي بعض الأحيان أنا ما ألوم الشخص يعني يجب أن يكون إنسان عاطفي شوية وإنساني خليه بشكل أفضل أليس عاطفي يكون عنده إنسانية ليش؟ لأنه هذه السيدة عندها مواد وعدها واجبات وعدها تسليمات وهي في يعني مهام كثيرة فبعض الأحيان المادة اللي أنت لما أنت تيجي تدرسها تخليك مغلق يعني بحيث أنه ما تحررك في تفكيرك تخليك مرة جامد ليش؟ لأن تفكيرك منصب دائما كثير في الديدلاينز في مواعيد التسليم للواجبات والبحوث ففي هذا الجانب بلت لا ما يصير بعد أن أنا أصير بعد غير إنساني وأقول أمانة علمية فسويت إياها لقاء وهذا اللقاء اكتشفت أنه السيدة هذه هي مبدعة أكيد وعدها الكفاءة العالية والله ما جت للماجستير أو ما جت ل يعني خلينا نقول دراسة الدكتورة وهي غير كفوئة يعني ولكن الظروف ما تسمح بعض الأحيان ومو بش الظروف اللي أسميها المرتكزات المنهجية يعني أنا لما أجي أسوي بحث إيش مرتكزات المنهجية وفهمي لهذه المرتكزات إيش الفجوات اللي كانت في المنهج وأنا فهمتها بعض الأحيان إي نعم هو عرف دلل ما أدري شلون كم هذه مطلوبة أن تكون جزء من معرفتك في خلال الدراسة ولكن مو هذا هناك بعض آخر إن شاء الله أوضحها وهو النظرة الشمولية إلى المرتكز في المرتكزات المنهجية أسميها أنا ما حب أطلقها المنهج أسميها المرتكزات المنهجية وبعدين إن شاء الله أجي إيش معنى المرتكزات المنهجية راح أتكلم بعدين عن المفاهيم اللي راح نستقيها أنا وإياكم من خلال هذه المفاهيم بعضكم مر عليها ولكن أعيد تذكيرها شوية وإذا كان هنا أحد من الدكاترة يعني يدرس هذه المنهج فأنا يعني هنا لست محاضرا أو لا أملك يعني خلينا نقول الأفضلية العلمية لا وإنما أنا مجرد يعني متكلم هنا والأفضل الإنسان أن يحترم أنا بالنسبة لي أن أحترم من هو أعلى مني في مستوى الأكاديمي فأعتذر يعني مسبقا للجميع بعدين راح أتكلم عن النواقص والصعوبات اللي إحنا نواجهها جميعا في مجال اللهجات والأصوات ترى إحنا عدنا فراء ولكن في صعوبات بعد إحنا لازم نعترف فيها صعوبات جمة مو واحدة والله في انتين طيب كيف نهمش هذه الصعوبات وكيف خلينا نقول نحاول نبني حاجة بسيطة ومنها ننطلق إلى بحث ثاني زين؟ وبعدين راح أتكلم عن هم كذلك بحثي السؤال هل نعاني من شح أفكار في عساس ننشر بحث حول اللغة؟ نعم أو لا؟ هذه إجابة تترك للحاضر بعد ما يخلص المحاضر إن شاء الله خلينا ننظر على نظرة سريعة جدا على المرتكز المنهجي إيش هو المرتكز المنهجي؟ أكيد كلكم في الباشلر في الماستر في الـ PhD كلكم مريته على بوابة فردناند ديسسور الجميع والجميع تكلم لكم عن البن cassette ولكن أنا فاعتقادي مو أنا فقط أروح أقول أوه دي ساسور بنيوية وأعرف إيش قال وإيش سوى وخلاص لا أنا يجب أن أنطلق من هذه النظرية وأخرج منها بحيث يعني مثل اللي أطير فوق الهولوكابتر وأشوف إيش صاير حول هذا الشخص إيش سبب أصلا فرنان دي ساسور صحيح فردنان دي ساسور صحيح جاب البنيوية ولكن سبب إعاقات حتى في المنهج العلمي كيف إليه مقولة شهيرة يقول ولدنا ونحن لا نعرف عن تاريخ لهجاتنا ولغاتنا شيء هذه أول قطيعة سواها لما قبل بمعنى أنه يقول إيش اللهجات هذه إنت لو جيت سألت أحد جلس من النوم ابني هذا ريان الآن أو هاشم كيف تقول أمبى بدل أبغى إحنا في القطيف نقول أمبى بيقولك ما أدري ما يعرف عن تاريخ شيء وهذا صحيح لكن في نفس الوقت هذا سبب يعني خلينا نقول حالة انقطاع في دراسة الهيستيريكال باترنز اللي يسموها أو الأنماط التاريخية في اللغات والآن هذا هناك في مسار قاعد ينولد الآن في الـ كله بسبب هذه الجملة بس طبعا في أشياء كثيرة محاطة فيها ولكن أنا عساس أبسط الموضوع زين هو إيش قال في البنيوية أصلا وأنا ليش قاعد أنا ما يعني إيش قال في البنيوية قال هناك في علاقة ترابطية إما أفقية وإما عمودية في الجملة وهذا كلنا نعرفه عساس أخفه في الموضوع يعني لو جبت أنا في الزوم أوكي هذه الجملة قال أنا في الزوم هناك علاقة ارتباطية يعني أنا مرتبطة بفي والزوم مرتبطة بفي وفي في الزوم مرتبطة بأنا كلها تعطي هذا الترابط الأفقي ولكن قال بعد هناك في ترابط عمودي بمعنى أنا أقدر أغير أنا وحط مكانها فلان أقدر أشيل فيه وأقدر أحط خارج وأقدر أجيب الزوم وأحط مكانها الغرفة وزي ما تعرفه فيه مصطلحين هو أطلقهم على هذا الموضوع طبعاً مو هذه البنيوية أعمق من هذه ولكن خلينا أقول إيش صار من هذه الجملة هذه الجملة سببت حاجة بسيطة جداً سببت حاجة بسيطة خلت هناك بعد ناقص في هذه الجملة لو أخذت أنا في الزوم هناك بعد ناقص إيش هو البعد الناقص؟ لو سأل نحن نحن سوري آسف أعتذر البعد الناقص جواحد فيلسوف يمكن البعض مر عليكم اسمه باختين باختين هذا قال البعد الناقص عند ساسور هو الصوت الحيل المتكلم بمعنى أسماها الحوارية وأطلق عليها هي فلسفة كبيرة وأطلق عليها يعني موضوع الحوارية وهو درسها في خلينا نقول في روايات دوسكوفسكي وغيرهم وطبعاً هذا سوى الشخص سوى ريفولوشن في الموضوع في موضوع دراسة البنية والرواية والأصوات وأقول لكم إن شاء الله في الطريق كيف هو غير مفهوم نظرتنا إلى اللهجة أصلاً فقال كيف يعني صوت حي يعني الحين أنا لما أقول لك أنا في الزوم طيب أنا ما شفت الهوية أنا ما شفت أشياء كثيرة أنت قاعد بس تدريس لي العلاقة الأفقية والعمودية فهو قال في حاجة سمها في حاجة سمها بيزنتيا يعني في حاجة حاضرة وفي حاجة بعد آخر أبستنيا أبستنيا يعني بالروسية يعني الشيء المفقود الشيء المفقود يجب أن ندرس هذا الصوت غير المكتوب يعني نروح إلى إيش قاعد يقول بالضبط وإن شاء الله في الطريق راح أوضح مثال بسيط جداً بس حطوا في بالكم هذه وبعدين كنا نمر أي لسانية مر على موضوع التوليدية وموضوع التوليدية على طبعاً معروف تشومسكي وكل تشومسكي قاعد يقول أنه إحنا نحتاج فقط متكلم واحد فقط متكلم واحد هذا المتكلم كافي للباحث أن يبحث في موضوع اللهجة أو اللغة هذا طبعاً مستمد جزء منه مستمد من تفكير تشومسكي على الفلسفة ديكارتية وهم كذلك مستمد جزء منه من فلسفة فرنادي ساسور جزء أنا ما أقول كل جزء من تفكير هذا أنه نحتاج فقط متكلم واحد هذا جزء من تفكير تشومسكي من هذه النظرة المتكلم المثالي يعني أن الباحث أنا وأنتم أساس ندرس لهجتنا الجداوية يعني الحجازية المكاوية الجنوبية النجدية نحتاج بس واحد جاء منهج آخر على كما تعرفوا على يد لابوف وقال هذا كلام مو صحيح الصوت هنا الصوت والتركيب واللفظ وكل حاجة لا يرتبط فقط بمتكلم واحد هناك عندنا الطبقات الاجتماعية كيف الطبقات الاجتماعية يعني لو الدكتور محمد الآن ويايا في جلسة راح يتكلم وياي بشكل بسيط جدا بشكل طبيعي لكن لما يدخل المحاضرة في داخل الجامعة داخل الرواق الجامعة سيتغير السياق وستتغير الألفاظ تبعا للسياق الاجتماعي للطبق الاجتماعي سوف يفرض شيء ثاني ولما يدخل الديوان الملكي غير لما يتكلم في بيته أكيد لما يدخل الديوان الملكي على جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين أو أي أحد ثاني راح يتغير الصوت هنا إذن الصوت صار مرتبط بالطبق الاجتماعي جاء هذا اللبوف كما تعرفوه ولكن بعدهم طلقت وزادت الاهتمامات بالدراسات اللغويات الاجتماعية بإعادة إحياء فكرة باختين اللي أنا تكلمت عنها فجاءت دراسة الهوية جاءت دراسة العرق وجاءت دراسة الجندر وفي الأخير الآن يتجه الكثير بعد أن تراكمت الدراسات في الهوية والعرق والجندر يتجه الكثير الآن إلى أن مصدر تغير اللهجة يعني أنا لما كيف تتغير لهجتي زي ما قلنا لما أنا أدخل الديوان الملكي أغير لهجتي هذا جزء من التغيير لابد أنظر إله يعني وليس كامل التغيير فقالوا بأن يعني الاتجاه الآن في اللسانيات والصوتيات أن التغير اللهجة ليس فقط اجتماعي ولكن مرتبط بشكل كبير بالتواصل يعني أن ننظر إلى اللغة على أن لها كميونيكاتيب أسبيكت يعني جانب تواصلي وراح أشرح إن شاء الله بعد شوية ايش الجانب التواصلي وكيف رح يغير هذا في مفهومنا إلى اللهجة زي ما قلت النظرة الاجتماعية جت على لابوف ولابوف تكلم على موضوع الطبقة الاجتماعية وتغير الأصوات وهم كذلك عندنا دراسات في السعودية الدكتور المرحوم ناصر الجهني في جامعة مكة اللي توفت تقريبا من عام واحد هو له دراسة وحيدة على كاملة يعني في دراسة الدكتورة على موضوع في لهجة أهل مكة أنا في الحقيقة وقفت على هذه الدراسة فقط ما وقفت على دراسة أخرى طيب هل أنت مرتبط فقط كليساني أو كواحد مهتم باللهجات مرتبط فقط بأن أنا أروح أدرس الطبقة الاجتماعية لا قد بمعنى أن أنت قد تكون second language acquisition صح؟ يعني بتقول أنا إيش دخلني في الطبقة الاجتماعية لا أنت عندما تفهم المرتكز هذا المنهجي راح يكون في عندك باب واسع أن تبحث في موضوع الطبقة الاجتماعية من ناحية second language acquisition وليس فقط second language acquisition الآن لترند الجديد في second dialect acquisition وتقدروا ترجعوا إلى بحوث خلينا جينيفر نيس في جامعة جوجتاون وناس بعد في جامعة نيويورك قاعدين شغالين على الموضوع هذا second dialect acquisition بمعنى أنا واحد في جدة أوكي لكن أنا انتقلت الشرقية أنا أتكلم جداوي بس ابني تكلم خلينا نقول بلغة أو بلهجة أهل الشرقية كيف طيب أنا الطبقة الاجتماعية في أشياء كثيرة نقدر ندرسها من language acquisition في راح أوضح الآن مثال فقط طبعا بعد الطبقات الاجتماعية زي ما قلت لكم ظهر ترند جديد جاب دراسات باختين عن طريق عالم sociology اسمه بكر هذا بكر قدم باختين خلينا نقول وجوليا كريستيفا من من فرنسا هي من قدمت باختين في كتابها desire إلى العالم الأوروبي وبعدها انتشر في السبعينات انتشر في دراسات خلينا نقول أمريكا خصوصا الدراسات الاجتماعية وبعدها انتقل إلى الدراسات اللغوية الاجتماعية جاءت مجموعة وتكونت اللي هو المجموعة خلينا نقول socio-linguistic circle في جامعة جورج تان وانطلقت منها بداية خلينا نقول بدبرة تانن ودبرة شفرين اللي توفت وطلابها هايدي هاملتون وغيرهم وهدول كلهم قاعدين يدرسوا الهويات في المحادثات اليومية يعني أنا لما أنظر لما أتكلم معاكم هنا أخلق هوية بأن أنا واحد قاعد أبحث يعني مثلا أو باحث من خلال الألفاظ ومن خلال بعض التراكيب اللي شافوا شافوا أن الهويات تتدفق في خلينا نقول في المحادثة بمعنى أنا أتغير تتغير هويتي بتغير المحادثة وهلما جرى طبعا جاءت بعدين من دراسات الهوية جاءت دراسات الباور وهي مجال آخر في Critical Discourse Analysis ولكن هم ضمنوها في خلال المحادثات وخلوها فقط في Conversational Analysis وانطلقت بعدها الأكثرية والأقلية على يد خلينا نقول آندي فينا اللي جد ودرست أنه اللهجة وتغير اللهجة وهم كذلك مرتبط بإنت إذا كنت مرتبط بأقلية وإنت إذا كنت مرتبط بأكثرية داخل المجتمع مثلا إذا كنت إميغرنت مهاجر من المكسيكا وكذا راح يكون إليك تغير صوتي لأن إنت تحاول تخفي هذا الصوت الأقلية وتكون من الأكثرية فهي درست هذا الـ الـ إلى خلينا نقول إلى لهجات الأقليات ولغات الأقليات بعدها جاءت انبثقت دراسات الجندرية الجندرية جاءت على ميري باكلز وقالت بأن طبعا هي أخذتها من نظرة اجتماعية قالت بأن الجندرية الإنسان كانوا والناس تنظر إلى هذا امرأة ورجل فقط من البيولوجي يعني نظرة نظرة بيولوجية لكن ميري بكل صراحة جد وغيرت هذا النظرة في اللغويات الاجتماعية وقالت لا الجندرية هي شي ليس يعني داخل يعني something you have ولكن something you give كيف يعني يعني بأن أنا بحسب صحيح أنا فيميل صحيح أنا ميل ولكن هناك استخدامات وألفاظ تتبع الجنس الآخر الأمرأة تستخدمها وهم كذلك الرجل يستخدم ألفاظ أخرى وتابع للمرأة بدون أن يحس فإذن هذا انطلق موضوع الجندرية من ماري باكلز في دراساتها حول الجندرية وحول الاستخدامات الجندرية وهم كذلك بعدها انطلقت تغيرة الفكرة إلى دراسة الأثنيات والأعراق على يد ناتالي شيلينغ ناتالي شيلينغ هذه إيش قالت؟ قالت بأن طيب إحنا عندنا أثنيات وأعراق داخل أمريكا بمعنى أن عندنا ناس نطلق عليهم بيض ناس نطلق عليهم سود ناس نطلق عليهم إميغران هسبنك عندنا أعراق كثيرة فإيش سوت هذه ناتالي شيلينغ هذه كونت فكرة قالت بأن في عندنا حاجة يسموها تسوية اللغة language leveling أو dialect leveling بمعنى أنه أنا أسوي لغتي بحيث أني أخفيها لما يكون الموضوع في المحادثة أنا وأنت قاعدين نتحدث يكون الموضوع غير شخصي لا يمس العرق لا يمس شيء داخلي ولكن نحن نتكلم حول مشكلة عادية جدا يعني نتكلم عن موضوع عادي فإحنا فإحنا نشترك في الألفاظ لكن طالما يتغير الموضوع إلى موضوع شخصي ستظهر الهوية الداخلية للشخص من خلال استخداماته إلى لهجته الحقيقية لمعنى أنا الآن من القطيف ومثلا معي واحد من جدة إحنا نحاول نوفق فيما بيننا لما نتكلم في موضوع عام لكن تخيلوا لو كان الموضوع شخصي هنا طبعا هي تعتقد بأن الإثنية والعرق هي من تثير خروج هذا اللفظ الصوتي واللهجة المحلية تظهر مع انبثاق صوت العرق يعني تقول عنها ودراستها مشهورة جدا لو تكتبوا نتالي شيلينغ في جوجل سكالر راح تظهر لكم هذه الدراسة ودراسة جدا مثرية أنصح الجميل بقراءتها إذن أنا قبل ما أروحي للنظرة التواصلية مهم جدا أن أعرف هذه المرتكزات كلها في طريقة نظرتي إلى كيف أنا أدرس اللهجة أي جانب راح أاخذ فأنا فأنا إذا عرفت الجاب وعرفت المرتكزات هذه المبدئية كلها راح أقدر أنطلق في دراسة اللهجة وتكوين بحث كم مننا مثلا الآن لم يدرس اللي هو موضوع السلطة كيف موضوع السلطة بمعنى إحنا عدنا العمالة الوافدة خصوصا من الهند وغيرها من الدول الآسيوية بيشتغلوا إيانا هذول صح موجودين ما بيننا ولكن ما حد درس موضوع لما هذا يكون موظف ويكون من هو في سلطة يعني مدير كيف المدير يتحامل إياه إيش الألفاظ اللي يأخذها إيش الباور اللي يستخدمها وين مناطق الالتقاء وين مناطق الاختلاف فمثال هذا ما حد تطرق إلوه زين هم كذلك أشياء كثيرة الجندرية ما حد تطرق إلوه في السعودية عدنا الآن ناس عدهم اعتقادات خاصة في موضوع الجندرية ما حد تطرق إلوه موضوع التسوية اللغوية فيما بين اللهجات ما حد تطرق إلوه طبعا راح تقولوا بأن كيف وين أبدأ وشلون راح إن شاء الله خلينا نقول في السلايدات الجاية إحنا مع بعض متناقش الأفكار ونولد إن شاء الله بعض الأفكار طيب أنا الآن جبت النظرة والتحول الآن قلت لكم في البداية أن هناك أن التغير ليس انطلاقه اجتماعي ولكن تواصلي كيف يعني تواصلي إن اللغة هدفها التواصل كيف هذا الكلام إيش معنى يا محمد هذا الكلام أوكي بيقولوا أس التغير في اللغة أو اللهجة هو إيش هو الصوت عبارة عن أثير المعنى مرتبط بالأثير كيف يعني أول خلينا نفهم إيش الصوت عبارة عن موجة صوتية الصوت الآن اللي أنا أتكلمه ما له علاقة بأي حاجة داخل أول حاجة أفهم إن الصوت ينطلق في الهواء ويصل من من فم المتكلم إلى أذن المستمع إيش اللي انطلق من فم المتكلم إلى أذن المستمع أنطلقت موجات صوتية قد تصل إلي كاملة وقد تصل إلي ناقصة هذه مفهومة أتمنى تكون مثال أنا أجيب الآن كلمة صورة صورة كل ما نستخدمها في الهجة دارجة لنفرض أنا في شخص يبعد عني فقال محمد جيب الصورة معك أوكي المتكلم هذه الكلمة عندما تخرج من ثم المتكلم وتأتي إلي تتأثر بالضوضاء في البيئة يعني كيف تتأثر بالضوضاء في البيئة الصوت الأول هذا الصاد قد يسمع سين أنت هو نطق وصحيد صاد أوكي قال لك صورة ولكن هذا الصوت الأول اللي تشوفوه بالأحمر تأثر بالضوضاء إيش الضوضاء يعني مو الضوضاء مو السيارات أو كده لا البيئة كلها تسمى في هذا الحق الضوضاء أوكي فتأثر بالضوضاء ولكن ما وصل صاد ما وصل صورة وصلني على أنه هو سورة فأنا قلت أوه أي سورة طيب فهو قال الصورة المعلقة على الجدران طيب الفاتحة أنا فهم أنه هي سورة من القرآن وليس سورة المعلقة على الجدار هنا هنا ينطلق من هذا المفهوم النظرة التواصلية أن الصوت عبارة المبدأ الأولي أن الصوت عبارة عن موجة صوتية والمعنى والمعنى مرتبط بها ويتأثر أوكي يتأثر هذا المعنى وصول هذا المعنى إلى إذن المستمع بمدى خلينا نقول جودة الصوت هذا يعني إذا قال هو صورة بس أنا وصلني إلى صورة أوكي فإذن أنا هنا وصلني سين وليس صاد هما يبنوا على هذا الموضوع بيقولوا أن هذا جزء من التغير في اللهجات هذا جزء من التغير في اللغات ولكن يشتد عود اللفظ يعني يبقى ثابت في اللهجة ما يتغير بوجود منافس له كيف منافس له الآن أوضح لكم الفكرة هذه أوكي بيقولوا هما إذا كان في منافس لكلمة صورة competitor يسموه أوكي راح أنت تزيد من جودة الصوت أو الموجة الصوتية اللي نسميها الhyper articulation راح تزيد هذه الصاد راح تزيد من تفخيمها أوكي أعتدر جاني التصال راح تزيد من تفخيم الصاد أوكي وراح ترقق من السين عساس المستمع ما يصيبه الconvusion هذا أو الاختلاق فيما بين الصوتين أوكي خلينا نبسط الفكرة أكثر خلينا ما على الفكرة ما وصلت لبعضكم طيب خليني أبسط الفكرة أكثر أيش أقوله إحنا نتعلم أوكي كلمة بي وكلمة بي أوكي مثال كلمة بات وكلمة بات في اللغة الإنجليزية هما إيش قاعدين يقولوا هنا هذول كلمتين قاعدين يتنافسوا مع بعض في داخل العقل في إدراكنا كيف يتنافسوا بشكل لا إرادي هما يعطوا أسباب طبعا كثيرة بس أنا خلينا الآن مبدئيا نعتبرها المفهوم الأول إنه بشكل لا إرادي إنه صوت البي هذا البي العادية القير المثقلة راح يقول صوته هذا يقول بسب ليش كيف يقول لا راح أشرحه الآن بس هذا الصوت يرقق وتقل مدته في مقابل إذا كان عدنا منافس له بحرف البي المثقل ما فهمت اشرح أكثر يا محمد شفتوا هذا العلامة هنا هذا هذا المتكلم راح يمدد اللي يسموها طول الصوت اللي يسموها البعض اللي وقف عليها ال voice onset time طول الصوت راح يمدد لأقصى بدة يقدر فيها يعني أنا أقول path فالمستمع في البيئة في البيئة اللي قاعدين عايشها راح يدرك من خلال هذه الإطالة في الصوت أوه أنت قصت قصت هذه path ما قصت هذه البات العادية طيب إيش راح يحصل لهذه يقول يقول أن هذه المتكلم بسبب وجود هذه الآن وانت أطلت هذه شفت أطلناها بينعم مددنا المدة في path يعني في التفقيل هذه يقول بأن هذه path voice راح تقل مدتها وكيف يكشف عنها يكشف عن الموجة الصوتية ياخد مقدار الإطالة وياخد مقدار التقصير في المدة ويكشف عنها من هذه الفكرة طبعا هذه الفكرة المبدئية طيب النظرة التواصلية يا محمد ما فهمناها في لهجتنا إحنا إحنا نقول بأن كلمة صورة وسورة تتنافس مع بعض تتنافس فيما بينهم فوجود هذه المفردتين اللي يسموها minimal pair أو الثنائيات الصغرى راح تأدي إلى تنافس بحيث أن أنت تفخم الصوت الأول اللي هو فصاد وترقق الصوت في السين بعضهم يقولوا أن هذا السبب زي ما قلت لكم تنافس ما بين الكلمات في الدماء البعض الآخر يقول هناك إضاح من المتكلم لكي لا يختلط المهنة يعني أنا الآن قدامي الدكتور محمد فأساس أنا أحس أنه لو قلت سورة راح يحس كلمة سورة هذه فأقوم أنا أرقق السين وأقول السورة السورة يعني أخفف من أرقق السين على أساس أنه سورة من القرآن طبعا هناك كلام عليها أنا بالنسبة لي أخالف هذه النظرة الأولى أن هناك تنافس ما بين الكلمات في بحثي إلا في الدكتورات وأخالف النظرة الثانية وأقول لا تركيبة اللغة بعض الأحيان البنية تبع اللغة لأن نحن نعود إلى لغة اشتقاقية بمعنى أن عذنا جذر يتحكم أوكي في في نطقنا في إخراجنا إلى الكلمة هذا الجذر سبب من الأسباب أن يجعل المتكلم العربي لا يمدد أكثر كيف نكشف الآن أن هذه مددت وهذه هذه الكلمة دققت راح نجيب كلمة ثانية يعني أنا أدور في لهجتي هل في كلمة مثل صورة زين صورة بس ما لها ثنائية صورة أخرى أوكي مثال سب وصب سب كلمة سب يعني شتم الواحد وصب صب الماء إحنا نقول صب الماء في لهجتنا أهل القطيف صب الماء يعني سكب الماء في هذا هل هذا هذو الثنائيات صغرى طيب في كلمة ثانية الآن غير الصب وسب ما لهم ثنائيات صغرى في كثير مثال نقول ما تحضرني بس في الآن يعني خلينا نقول كلمة بدون ثنائية صغرى أحتاج أرجع لبحثي بعد شوي عسى سرويكم مثال بس وجود هذا التباين ما بين إذا كان وجود ثنائية صغرى أو عدم وجود ثنائية راح يكشف لنا أن هناك في إطالة أو تقصير إلى الصوت أنا زي ما قلت لكم في بحثي في هذه رسالة الدكتورة أقول لا أن لا يوجد لا يوجد تمديد إلى الصاد ولكن يوجد تقصير إلى الصين والسبب هو بنية اللغات السامية لأنها لغات اشتقاقية طيب الآن أنا عرفني أنت بالنظرة الاجتماعية عرفني بالنظرة التواصلة وفهمنا كل هذا أنا الحين إيش شفتني أنت إيش سويت لي عساس أدرس للهجة من أين موين أبدي اللهجة وكيف أدرس الصوت أقول لك قبل إذا أنت فهمت هذه المرتكازات العلمية وقف هنا اسأل نفسك هذا السؤال وهذا أهم سؤال تسأل هل أنا أدرس الصوت بشكل انطباعي أم impressionist أم أنا أدرس الصوت بشكل مادي كيف يعني مادي يعني أنا أرجع هنا وأدرس هذه المادة هذه المادة الصوتية يعني أخذ الصوت على أنه موجة صوتية هذا أني أنا أدرس مادي هذا الموضوع المادي انطباعي كيف يعني انطباعي يعني أنا أقول عندي انطباع أسمع كلمة صاد أو سين بس 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 أروح أكشف عنها في هذا عفوا أعتذر عندي كلمة صاد وسين أوكي بس ما أروح أكشف عنها بموجة صوتية لا أقول أنا سمعت وأعتقد أنه زاد في التفخيم وقلل بدون أي بدون أي أني أروح أكشف عن الموجة الصوتية أوكي طيب مين يندرج تحت الانطباعية يندرج تحت الانطباعية هدول اللي قلت لكم اللي درسوا اللهجات من منظور لغوية اجتماعية أوكي الأمثال اللي طرحت لكم لابوف الأمثال اللي طرحت لكم يعني ولو أن لابوف اتجه إلى موضوع المادة بس مو كثير أوكي لأنه ما زال محافظ على موضوع الطبقية اللي اللي اشتغل على العرق اللي اشتغل على الباور كلهم هدول يعني نصنفهم على أنهم انطباعيين طيب لو أنا بتجه الآن تقول لي مادي يا محمد الآن لترند العملة الصعبة هو وجود بيانات ضخمة عن اللهجة طبعا في الغرب وهذا العائق الكبير يمكن أن نحنا ما نقدر تكون عندنا دراسات متينة جدا لأن عدم وجود البيانات الضخمة اللي يسموها الكوربس وهذا الاشكالية اللي يمر يعني حتى اعتقد الدكتور محمد أنا قريت اللي هو قريت بحثه اللي نشره حول الفوكس جدا جميل أتوقع هو كان يبغى هذا التوقع أن لو عنده بيانات ضخمة موجودة مخزنة موجودة عندنا للباحث كان صارت حياته أسهل ولكن هو راح إلى التجريبة في أبهى وأكيد تعب فهنا التجريبة المشكلة مشكلتنا إحنا لما نروح الحق تحتاج دعم مابدي تحتاج أدوات تحتاج وجهك الاجتماعي طيب تطلب من هذا هذا ما يجي تطلب من ذاك هذا ما يجي فأشياء كثيرة تعيق خلينا نقول دراسة اللهجة من جانب تجريبي ولكن في خطوات بسيطة أنت تقدر تعملها إيش الخطوات البسيطة أنت تحتاج أول حاجة تسأل نفسك هذا السؤال أنا أي مرتكز منهجي الآن بعد اللي قدمنا هنا جاي أدرس اللهجة هل هو لغوي اجتماعي أم تواصلي أم لغوي برمجي يعني الكمبيتشن اللينغوستيك وأنا أنصح الجميع بهذا الاتجاه هذا الاتجاه أنصح الجميع فيه وأراح أقول ليش هذا الاتجاه أنصح فيه إذا كنت أنت في الجانب اللغوي الاجتماعي فالتعب أقل في مواضيع ستقولي كثيرة يقدر الواحد يدرسها بشكل انطباعي من اللغويات من جانب اللغويات الاجتماعية فقط افهم أول حاجة افهم المرتكز المنهجي أنا أبغى أدرس هوية أبغى أدرس جندر أبغى أنت ابدأ من هذا الفضاء من هذا المرتكز وانطلق بعدها إلى بعض القراءات وثير أسئلة ثير النقاشات حتى المفروض مع أي واحد باحث يجب أن تثير مع هذا النقاش الأساس يقلل الفجوات عندك وأنت تبدأ تسوي عملية تسارع في بحثك بدل ما أنت تصرف وقت كثير ابدأ بنقاش وبعدها اذهب وأقرأ وهم كذلك إذا كنت في التواصل زي ما قلت لكم هذا موضوع النظرة إلى اللهجة بأنها نظرة تواصلية تحتاج بعض الأدوات العلمية اللي هي الإحصاء هذا أولا إذا أنت بتروح تجريبي تحتاج الإحصاء وجاني في الحقيقة قبل من شوي أنا قلت للدكتور جاني على الخاص في التويتر أنه أنا ما يعني ما أخذ إحصاء ولا أعرف في الإحصاء شيء ممكن تتكلم نعم أقدر أتكلم بس موضوع الإحصاء يحتاج له جلسات يعني ورشة عمل طويلة والزوم أنا ما قد عطيت يعني دراسة أو ما درست إحصائيات أو إحصاء في الزوم درست داخل الجامعة ولكن أقدر أقول لكم أتوقع لبعض منكم يعرف دكتور علي الحوري دكتور علي الحوري هو في التدريس اللغة أو تدريس اللغة كلغة ثانية وهو صديق عزيز لي وزميل دراستي بعد وإحنا عندنا مشروع شفنا هناك في إخفاق في تقديم الإحصاء إلى خلينا نقول إلى الطالب اللساني في العالم العربي والسعودية فقاعدين نشتغل على كتاب هو مشروع شفنا في إخفاقات يعني راجعنا معظم الكتب باللغة العربية وحسينا هناك في إخفاق كبير في تقديم الإحصاء إلى مشروع الباحث اللساني فعدنا مشروع سيكتمل إن شاء الله نهاية 2022 أو بداية 2023 بسبب ارتباطاتنا ببحوث أخرى يعني هم كذلك تحتاج بعض مهارات البرمجة طيب أنا الآن ما أفهم أقدر بس استخدم الماوس يعني بتطلب مني يدوبي أستخدم الماوس وأفتح البرنامج وما أعرف إيش والزوم يا الله يا الله أنا فهمته هل أنا أقدر أستخدم يعني برمجة لا تقدر أو تقدري كلكم تقدروا بس تحتاج صبر هي مثل اللغة اللي اكتسبتها اللغة الإنجليزية تحتاجي وراح أتكلم عن بعض الإرشادات كيف تاخد البرمجة اللغوية طيب إيش مشكلة البيانات الضخمة أعطيكم مثال ذبكاي سبيت كوربس هذه لو دخلت الآن وكتبت جوجل اسكر راح تيمكن تشوفوا 300 دراسة ذكرت فيها واستخدمت طبعا هذه المادة البيانات الضخمة مشكلتها هي التدوين أو الوسم أنتم تشوفوا بأنهم أخذوا الموجات وجو يعني تقريبا هي 40 ساعة 40 ساعة يجوا واحد واحد قالوا هذه إن حطوا عليها إن وجو حطوا الباوندري وحطوا قالوا هذه هنا نقدر الباحث يقدر ينطلق أن يكون دراسة هذه لحالها هذه شفتوا هذه هذه الانوتايشن اللي يسموها أو الوسن أو التدوين هذا هذه لحالها أخذت خمس سنوات أنتم عارفين إيش خمس سنوات خمس سنوات تعرفوا كم يعني thousands أخذوا درانت عساسي خلصوا المادة والدكتور هنا والدكاتر هم أربع تقريبا عدهم عدوا تدن اشتغلوا لهم علشان يسووا هذا الآن أنت الباحث الدكتورة باحث البكالوريوس باحث الماجستير تفقد هذا فقط هذا سهل هذا اللي فوق سهل التسجيل سهل بس أنت اللي تفقد هذا طيب إيش أقدر أسوي عساس أحفظ لهجتي وأدرس لهجتي أتوقع الدكتور محمد سو راح إلى التجريبي وأنا اتجهت إلى التجريبي ولكن عندي مشروع البكاي كربس يعني في المادة اللي أنا سجلتها من كبار السن زي ما قلت لكم في بداية الحلقة وقاعد عندي أن أحصل على تموين هنا من داخل الجامعة وأسوي طبعا المشرف يقول لي أسوي رسالة وانا رسالة الدكتور وأنا ما أريد أسوي رسالة الدكتور فالموضوع كبير جدا ويحتاج يعني تقريبا يمكن حتى إذا 150 ألف دولار عساس أن أنت تجيب ناس يشتغلوا إليك هل أنت تقدر أنت تقدر بس راح ياخد منك وقت وكثير أجيب مثال أنا في تجربة الصوتية في اللهجة اللبنانية كانت عندي خمسة آلاف كلمة أخدت فيها ثلاثة شهور عمل التدوين هذا اللي تشوفوه زين في برنامج البرات هذا وأخد مني كل يوم أربع ساعات يعني يوميا أقعد أخصص أربع ساعات يوميا أربع ساعات لمدة تقريبا ثلاثة شهور من شهرين ونص إلى ثلاثة شهور وأقعد أدون خمسة آلاف كلمة أنتم الصورين خمسة آلاف كلمة إلى ثلاثين متحدث فهذا عدد بسيط جدا وأخد هذا الشيء يعني تقدر تتغلب عليه ولكن إله إشكالاته خلينا نقول البحثية ولكن ما يمنع أنه يولد فكرة بحثية جميلة طيب الخطوة البدائية لتسجيل لتدوين اللهجة أول خطوة أنا في اعتقادي الآن هي تدوين اللفظ إحنا كثير ما عدنا لللهجات أي دكشنوري أي دكشنوري زين هذا ما في إله دكشنوري الآن اللي في مكة اللي في جدة آباءكم أمهاتكم اللي في نجد آباءكم أمهاتكم اللي في الشمال اللي في الشرقية كثير من الألفاظ والأصوات خلينا نقول والاستخدامات اللفظية يعني الكلمة هي وعاء تحتوي اللفظ صح إذا غاب هذا اللفظ اندثر يمكن يغيب هذا الصوت صح فأنا كيف أبدأ خطوة أولية بسيطة جدا على أساس أدون لهجتي طبعا تقدر تسوي في دراسة شوفوا هذه سوتها قالت في يعني أنه في أشياء عدنا في اللسانيات يسموها Frequency إذا كانت اللغة مثل هذه مدونة وفي بيانات ضخمة فرح تعرف Frequency تردد الكلمة يعني كم مرة تستخدم هل الناس تستخدمها بكثرة أو لا هذا إشكالية كبيرة إحنا في اللغات العربية واللهجات العربية ما عدنا هذه طيب كيف أنا أدون هذا وأنطلق تقدر تسوي حاجة سمها familiarity كيف familiarity أنه زي ما تشوفوا هذه أنا لللهجة القطيفية سويت عليها تقريبا ثلاثة آلاف يعني استبيان ثلاثة آلاف شخص شارك في هذه الاستبيان إيش سويت أنا دونت كل الكلمات الصعبة والمندثرة والغير مندثرة أوكي وحطيتها في قالب جملة أوكي بعد ما حطيتها في قالب جملة جيت ببرنامج اسمه Qualtrics هذا لو أنت المفروض في جامعة عندك لو ما في جامعة تقدر تستخدم اللي هو أشياء أدوات ثانية عساس تسوي الاستبيانات فاستخدمت نفس طريقة هذول أن تسوي familiarity test يعني هل أنت هذه الكلمة familiar يعني تستخدمها والله لا إذا تستخدمها تعال أنت أمسك البار هذا وسوي لي يقول لي صفر إذا معروفة 20 معروفة 40 معروفة 60 معروفة 80 معروفة 100 معروفة طبعا قبلها المشاركين في هذا خلينا نقول الاستبيان أطلب منهم تحديد مكان المنشأ هل انتقلت مثلا أنت في جدة بس انتقلت إلى الرياض هل كنت عايش مع أبوك كم سنة يعني كل هذه خلينا نقول socio variables كم عمرك سويت فئات عمرية طلبت من حتى الشباب أنه إذا كان أبوه وأمه ما يقرؤون ولا يستخدمون فهو يكون جنبهم أنه يسوي عنهم المهمة بسؤالهم وهذا جدا مهم أنه كثير نغفل هذا الجانب بأنه أبويا وأمه طيب هذول ما يعرف يقرب لا أطلب من أشخاص روح لهم وقول لهم ترى أنا إذا أبوك كبير في العمر وهذا اللي أبغى أبوك ما يعرف طبعا تخلي في الاستبيان أنه هل تقرأ هل هذا هل أحد ساعتك أوكي أكتب اسم اللي ساعتك فهذا الاستبيان كلها يعني المعلومات الأولية تأخذها أساس أنت تسوي لها وتعرف مين شارك ومين ساعت ومين كذا فوجدت أنه في أجيال قاعدة تستخدم كلمات وفي أجيال ما تستخدم الكلمات وهذا جدا ممتاز موعيب ليش؟ لأنه أنت تقدر توفر هذه تسوي دراسة أولية على الفاميلياريتي بشكل ما على الكلمة يعني هدول خلينا هدول البكاي كوربس هدول هم إيش سووا؟ جابوا لهجة أهل أوهايو وسووا عليها دراسة ونشروها بس يعني ما درسوا موضوع هم جوا جمعوا هذي لكل هالبيانات وخططوها وكذا وقالوا إحنا منسوي باقليكيشن إلى هذه البيانات وراحت هذه الدراسة إلى جورنال أو فينتيكس يعني والآن الكل يستخدمها والكل يسوي لها سايتيشن زي فأنت من هذه تقدر تنطلق هذا أول موضوع آسف أعتدر هذا أول موضوع أنت تقدر تسوي تدوين اللهجة وتبدأ تفكر في كيف أنك أنت تنشر هذه توفرها إلى الناس يعني وجود أن هذه الكلمة مستخدمة أو غير مستخدمة من استخدمها هذه هي الخطوة الأولية عساس إحنا نحفظ لهجاتنا إيش بعد التسجيل طيب أنا رحت في الحقل وسجلت إيش بعد التسجيل قلت لكم أنه البرات هذا هو أكبر عائق لنا يعني تحتاج خلينا نقول يد تساعد أيدي تساعد كثيرة جدا عساس أنت تتغلب طبعا في ناس الآن بتفكر بتقول طيب خلينا نعمله بشكل اجتماعي ما في حاجة بشكل اجتماعي يعني أنه لا ما في ليش لأنه الناس تتعب الناس عندها مشاغل هذا يقول لك أوكي يتحمس وبعدين يقفل هذه أنا مع التيم أنا كنت ما علي بس أجل السؤال هنا مع التيم أنا راح أنهي إن شاء الله مع التيم اللوياي كلهم قالوا إحنا الستين ساعة هذه راح نساعدك في عملية التدوين أنا معاي تقريبا عشرين شخص فقالوا راح نساعدك في هذا التدوين ما أعتقد أنه كانت فكرة مجدية وأنا ما وفقت عليها لأنه الكل يتحمس في البداية وبعدين إذا ما كان فيه ريوورد عليها هذه صعبة فهذه مشكلة جدا صعبة إلى أي باحث في مجال اللهجات طيب البرمجة اللغوية الدكتور محمد مهتم بماشاء الله عليه وبنى نفسه بنفسه إلى حديث جميل ويا أي إنسان راح يبدأ بالبرمجة اللغوية أنا أنصحه بهذا الترتيب أنا أخذ كورس واحد فقط في البرمجة اللغوية ما أخذ غيره يعني كورس واحد انطلقت من هذا الكتاب موجود على أمازون بـ 25 دولار وبعده طبعا قبل هذا أنا رحت لكتب ثانية وبعده رحت لكتب ثانية واللي أسوي له ركومنديشن لأنه هذا إنسان يشتغل هو تو نازل لأنه هو المشرف حقي وبس صراحة اشتغلنا ويا على الكتاب يعني في الأفكار مدينا بأفكار وحسن كثير من الكتاب فهذا كتاب جدا جدا ممتاز أنا بنفسي أمتلكه هو قيمته 26 دولار بعدها كيف تنطلق إلى البرمجة اللغوية والديب لرنين هذا جيسين براونغي أنا ما رح أقول كيف تاخده لأن كل شبابنا السعودي ما شاء الله يعرفوا يجيبوا يعني لأن الموضوع قانوني فما أبغى أقول كيف فأنتوا تفهموا كيف تجيبوا هذا هذا من أفضل الناس اللي أنا شفتهم والتقيت وياه في جامعة تكساس هذا من أفضل الناس اللي شفتوا يهشش الأفكار في المشين ليرنين ويشرحها ببساطة طبعا راح تواجهوا موضوع المعادلات وما المعادلات هذا يسيبكم منها روحوا للفكرة فقط لا تعدبوا حالكم بأوه قاعد يشرح معادلات وأشياء رياضيات لا لا خلوكم منها وروحوا للأفكار وفهموا الفكرة وطبقوها فقط راح تحتاجوا وقت بس الموضوع ما هو صعب منها تمطلقوا في موضوع الآن هناك ورش عمل ورش العمل هذه في موجودة في قطر موجودة في إيرلندا موجودة في بريطانيا بأنه كيف نتعرف على اللهجة المكتوبة من خلال يعني اللهجة المكتوبة من خلال نص موجود على تويتر كيف نخلي الآلة يعني تشتغل على الموضوع طبعا موضوع كبير يحتاج جلسة ثانية وشاكر لكم الاستماع أنا هذا كل ما لبي أتمنى أن أنا ما ثقلت عليكم وأتمنى أكنت خفيف طبعا لا أدعي للمعرفة الكاملة وأدعي المعرفة الناقصة ومن يريد أن يضيف لي وخلينا نقول يصحح لي معلومات فأنا مرحب بهذا الأفكار وبهذه المشاركات شكرا لكم جميعا محمد يتيك العافية يا رب الله يسلم يا دكتور الله يسلم يا دكتور محمد موضوع البرمجة اللغوية وخاصة في الشيء المتعلق باللهجات السعودية تقييمك هاليا لهذا الموضوع في السعودية كيف والله يعني أحس أنا أنه في ناس في الكمبيوتر ساينس فاهمين أمس كان عندنا لقاء مع شخص من الفيسبوك عندنا لقاء سموه في الجامعة هادول يجيبوا ناس لغويين يشتغلوا في شركات كبيرة مثل أمازون وآبل وكذا فإيش قالت أمس قالت بأن إحنا نحتاج إلى ناس عرب كذا نحتاج إلى ناس عرب يحلوا محل هادول اللي شغالين في الفيسبوك اللي يشتغلوا على السيرتش لاغ لأن إيش قالت قالت إنه معظم الانجينيرين اللي يشتغلوا على البيانات هم من فيتنام وهم من يعني من آسيا ومن الهن وما له دخل في اللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية أو حتى موضوع اللسانيات يعني ما له أي دخل فمن الأشياء اللي يسوها أنا أشرح بس فكرة في حاجة في ال في ال هي يسموها النورماليزيش يعني أنت كيف الرموز الزائدة الرموز الزائدة منها أي حاجة غير ما له علاقة بالتكس مثلا إيموجي حاجة زي كده تسقطها من النص يسموها نورماليزيش فهدول تقول في البداية أول ما فتحوا الفيسبوك أو وظفوا هدول يقول يعني اللغات المكتوبة في العرب العربية فيها الفتحات والشدات فيقولوا قاموا ويشيلوها هدول وهم كذلك قال في سوريا ولبنان يستخدموا كثير الأرقام بحيث أنهم يسوي الأربية هذي أنه يكتب اللاتيني بس يقصد عربي ففيه أرقام قاموا ويروح ويشيلوها فقط ما كانوا يدروا عن حاجة سمها فأشوف أنه مجال رائد والنشر فيه ليس بالسهل والنشر فيه ليس بالسهل لأنه هو مو مشكلة البيبر هو مشكلة الموديلينج أو اللي نسميها التدريب الآلة على خلينا نقول فهم النص المكتوب والملفوض هذي العائقة الأكبر وهي لسه في البدايات حتى عندنا مثلا في حاجة يسموها النتائج عندنا في الكمبيتشن الانغوستيكس فمثال لما يجيبوا يدربوا على لهجة مثلا محلية في أمريكا تعطي النتائج تفوق الخمسين لسكور احنا ما زلنا ترى ما زلنا في العشرين ففي فرصة لأن احنا نتوسع ونتمدد خصوصا في المكتوب وخصوصا في ال مطلوب جدا هذه المجالات مو معناتها أن أنت ما تدرس لسانيات وتروح تدرس لا لا أنت تدرس لسانيات وتأخذ طبعا إذا توفر إليك مشرف ممتاز طبعا هذه محظوظ أنت فأشياء كثيرة تدخل فيها أتوقع وفي عندنا ناس لامعين أنا ذكرت بأن جهاد العامر أحد أبرز اللامعين في مجال الكمبيتشنل وهو يعني معروف جدا عند أبل معروف جدا عند أمازون وعند جوجل وحتى ناس كثير يسولوا سايتشن وإنسان جدا رائع صراحة أنا أتكلم إياه كثير ومرحب بالسؤال يعني أنت مهما كان سؤالك ما راح يقول لك لا راح يجاوض جهاد العمار له بلغ اسمه جاي العمار فأتوقع أنه ناشئ ويحتاج الكثير من العمل يعني وأنا أدعم كل إنسان يتوجه إلى هذا المجال طيب خلنا أخذ بس أسمح لي سبحان مدروح للأخوان دكتور نعيمة تفضلي دكتور نعيمة تفضلي والسلام عليكم شركات جميعا وشكرا لدكتور جزاك الله خير على هذه المحاضرة المطرية أولا أهل القطيف وجميع المناطق المنتدة واجهتني مشاكل متعلقة بالهيومن فاكتور أنا غطيت لهجة أهل الخليج من البصرة حتى عمان وأنا أولتها في منطقة القطيف ووجدت لهجة أهل القطيف من أجمل لهجات لأنها فيها كثير من الأصوات المرتبطة باللهجات العربية القديمة الفصحة لكن واجهتني مشكلة مع السميش كميونيتي كيف تحصل الديات خصوصا إن ما في لهجة واحدة موحدة الأهل القطيف إنما تمتد إلى صفوة وم الحمام محيش حل الجارودي أنت عارف المناطق هذه كلها سنابس كان في تنوع كان في variation within variation So I don't have data I find difficulty in dealing with the informants ما عندي ناس يجمون الديات فأخذت مع طالبات مشروع التخرج كانوا الطالبات يساعدوني بحكم أنهم ينتمون إلى هذه البيئة فكانوا يشتغلون على تنوع على مستوى lexical choices على مستوى المفردات فكان في تنوع على مستوى جميع phonological sound systems على مستوى الحروف على مستوى أسماء الإشارة على يعني في تنوع ثري لم أستطع أن أرصده بنفسي كباحثة إنما استعنتوا بطالبات ينتمين لهذه البيئة فكنت أدخل أربع طالبات مع بعض مثلا واحدة من تاروح واحدة من سنابس واحدة من الجارودية واحدة من القطيف فيأتون فيأتون بتنوع مهول يعني لو فقط تتخصص في منطقة القطيف فقط والمنطقة الجغرافية ما حولها أتوقع يعني كل شهر بيبر يعني سيكون هناك كل شهر بيبر ليش لأن في تنوع لم يرصد بحثيا لم يرصد بحثيا يعني وكانت هذه يعني من المناطق التي استوقفتني يعني رصد هذه المنطقة تنوعها تعدد اللهجات فيها كثرة تعدد سكانها في بيئة يعني مقلقة محدودة ب25 كيلو يعني لفت نظري توفر جميع العوامل التي تجعلها يعني بحر ثري غني لرصد اللهجة واللانجوج مينتنس موجود واضح في هذه اللهجات طبعا هذه قضية القضية الثانية الآن أخذتنا إلى حيز مرتبط أنت طيب كيف نرصد اللهجات كيف ناخد هذا التنوع الصوتي أو المفردات الآن نحن في عصر العولمة في عصر معالجة اللغات طبيعيا معالجة آليا وتطبيقات الحاسوب واللسانيات نحن كجيل نجد صعوبة يعني لا نمج إلا يعني مثلا الورد فاميلياري تيست أعمل لهم أو دسكورس كومبليشن تاسك هذا حدي للأمانة مثلا عندي مثلا two parameters to obtain the data قدمت مرة بيبر وكان من ضمن النقد اليجاني يتعلق بالداتا متدولوجي تبعك not جنون بمعنى you have to collect it differently يعني you don't have to be selective فلجأت لدكتور مجاوب دكتور الياس لأنه ما شاء الله في السياق السعودي كثير فاهمين في الرقم ما نسميه رقم اللغة العربية أو مجتمع المعرفة هما ما شاء الله دكتور السلطان مجاوب دكتور الياس أيضا منشغلين هما بأبحاث كثيرة لكن قادوني لبعض الكتب اللي تفيدني I think it's too too late to learn sometimes I say this it's too late to learn أنا أبغى برنامج سهل بسيط أو أبغى مثلا ستايلست يعرف أحد مشتغل في الإحصائيات بس يساعدني في تجميع الدياتا بحيث أنه نستسهل علي أن أعمل الجزء الثاني فملياريتي أحيانا يعني ينتقد بسبب الميموري يعني يقول لكم مثلا ما نكون لعب سوف ميموري ستتداخل It's not objective It's not 100% objective نفس الشيء data completion task It's not 100% objective عكس اللسانيات الحاسوبية يعني إذا جيبت لهم لكن المشكلة الآن إنها جديدة بسبب أصلا جدة يعني اللسانيات الحاسوبية تطبيق حديث جديد يعني كالي تطبيقي هو حديث هو جديد لم يتسنى لنا التعامل معه ومعرفته الآن وأيضا حكم طبيعة العلوم الآن أنه التسنط العلوم الآن فمثلا هل في مجال تدل لنا دكتور شاخوري مثلا في حكاية تجميع الداة في حكاية معالجة الداة عن طريق هذه الأنظمة ألا يوجد علماء يعني أو باحثين أو حتى باحثين مساعدين مثلا يساعدون في جمع الداة يعني يعني الكور بس حقي ضخم أبغى أحد يساعدني جمع الداة من مصادر طبيعية سواء هذه المصادر مرتبطة بالإنسان أو حتى من مثلا المديايت الدسكورس الآن كثير مدات نحن نستقيها من المديايت الدسكورس أو من التواصل عوامل التواصل الاجتماعي مثلا يجي يقول لي إيش البراميكر الذي على الأساس اخترتي مثلا كلمات مثلا مثلا كنت أنا أجمع في كوفيد نايتين دسكورس كنت أجمع عبارات مرتبطة بسؤودي أن من سؤودي فقال لي هذه يحتاج لها رقمنا هذه يحتاج لها قربس معين الجائيل دكتور مجي واللي يساعدك طيب الباحثين مشغولين بحياتهم بأبحاثهم الخاصة فهذه مشكلتنا يا دكتور شخوري يليتك بس تساعدنا في هذه الجزئية وجزاك الله خير وشكرا على وشكرا أهم شيء على إنسانيتك وتواضعك أنك تلمست الجرح ولم تفخمه وضعت يعني وضعت إيدك على الجرح الذي نحن نعاني منه وخصوصا في جمع الداتا الله عينينا داتا مرتبط الهيومان دايمنشن أو مرتبط دكتور نعيمة عشان اللي أخليك أيوه حيا كله حيا كله شكرا دكتور زبي زياد شكرا لأعطيك العافية طيب أنا ردي يا دكتور بس طبعا دكتور نعيمة أنا أحييك طبعا أنا مسوي إليك أنا قريت رسالة كلها ترى ومسوي لها عندي في الحقي ومشكلة الإحصائيات إذا تبغي مساعدة في الإحصاء أنا حاضر يعني لا أدعي أني أنا متمكن في الإحصاء ولكن إذا أحتجت أي مساعدة فبالعكس المفروض العالم ينفتح العالم الآخر ويتساعد معه أنا هذه نظرتي وإذا تبغي أي حاجة في موضوع غير الإحصاء البيانات الضخمة المترجمات سوف أدعي أتعلم ما سوف إذا تتحلي لها نحن إن شاء الله يا رب إذا تحلي أنا أخونا الدكتور مرضي دكتور مرضي تفضل أهلا دكتور مرحباً المحاضرة بأنه جمع البيانات بحق الأصوات أو الصوتيات الصوتيات أليس الأصوات فأنا حاول صراحة من البداية حتى أحاول أني أسوي انطباعاً تخصصك الدقيق ما أنا قادر أحياناً أقول corpus linguistics أحياناً أقول acoustic phonetics أحياناً أقول socio linguistics ولكنني لم أكن قد أفعل أو تفعل جمع البيانات دكتور قبل شوي أنا لي شوية يعني نقاط هنا وهناك أذكر منظم النقاش اللي قبل شوية معاية الدكتور محمد بأنه فيه فقر بتدوين اللحجات تمام؟ هذا الكلام تؤمن فيه دكتور ولا؟ إيه اسمعك إيه اسمعك فيه ستريم قوي الآن موجود بعالم اللغويات اللي يتطلق عليها اللسانيات اللي هو بأنه اللهجات لا ينضرناه يعني مشكلة الستريم هذا بأنه اللهجات هي الناترال لانجوج بعالم اللغات الحديثة اللغويات الحديثة الكونت الكونت version of linguistics اللغات الحديثة اللي دائما أنتم تشوفون نحن نستخدم الفريز هذا اللي هو الناترال لانجوج اكس حابنز ات واي ان زي صح ولا لا؟ هذا الكلام حاصل يا جماعة الناترال لانجوج هو اللهجات وليست اللغة العربية الفصحى أنا قبل شوية طلعت بتويتر فيه كأنه ندوى بكرة أو بعد ولي بعض الزملاء بالسعودية العنوان الرئيسي للمحاضرة اللغة العربية الفصحى لغتنا الأم ما هي لغتنا الأم؟ طبعا هذا مو موضوع أنا هنا يا شباب ولكن ارتفط هذا يعني هذا بذاك فأنا جاي بالشغلة هذه على أنه في فقر باللهجات حنا خلونا نشوف العلماء اللي يمثلون اللغة العربية بأوروبا مثلا وبي الأمريكتين مثلا بن عون بن مأمون جمال أهالا بأيرلندا كل العمالقة هدولة يعني ترى يدرسون اللهجات ليش ليفسروا الظواهر صوتية وأيضا مثل الفوكس دكتور محمد مثل الفوكس مثلا نشتغلنا عليه كثير الفوكس ليش لأنه توقفت المسألة اللغة العربية الفصحى توقف فيها البحث لا يمكن أنك تبحث شي جديد لأنه لا يوجد قلب ينبض الآن هي مجمدة جامدة هميه ميتة هي ميتة دماغية أنا سميتها قبل كذا هي متوفية دماغية اللغة العربية فصلا تنمو لا يمكن أن تنمو كما أنه لا يمكن أنك تسأل أحد جملة لغة عربية فصحى وتسأل وتقول هذي ولا هذي تعطيه two variables نعم سيكونوا بحثين في حالة أو حالة لماذا؟ لماذا تتلغطوني؟ فأنا أقول فضل حبيبي فعشان الوقت بس دكتور مرضي الله أمرني أمرني ولا يهمك دكتور محمد فأنا أقول لجماع أنه تدوين اللهجات والله هذا شيء مهم هذه نقطة جوهرية قتنت دكتور قبل شوي فأنا أقول أن اللهجات والله مهملة وفيها أصوات الإشكال وين أنه في أصوات في أصوات جديدة تدخل باللهجات يعني عندنا نحن لهجة شمر حايل وبشكل خاص شمر في صوت دخل علينا يا جماعة بالمناسبة أنت من الصوتين والله اكتشفت أسبوع اللي فات أنه أفريقي اللي هو تمام؟ اوكي؟ أنا اكتشفت أنه أفريقي بالتدقيق طيب منين دخل علينا؟ والغريب أنه ما هو حتى جيني يعني ما يكون بالعائلة كلها واحد من عائلة أنا إلا الآن لحظت سبعة من عشرين سنة سبعة أشخاص أنا عارفهم طيب منين جاهم الصوتان؟ ما عندهم أي مشاكل بالجهاز الصوتي فأنا أقول أنه تدخل علينا أصوات يدخل علينا جديد طيب ليش ما يدون هذا؟ فسراحة هذه نقطة جوهري العالم مركزين على اللغة العربية اللي صار لها 1400 سنة وهي جامدة لا تتحرك فأنا أقول سراحة أنه فعلا اللهجات وأنتم شايفين دكتور محمد حنا قاعدين ننشر بمجلات يعني ISIQ1 وبمؤتمرات مصنفة عالميا على اللهجات بالمناسبة لو تقدم مرقة عمل بجامعة بريطانية الآن جامعة تصد جامعة مصنفة تر رح يرجعوا الورقة إذا كانت لغة عربي فصحة ألا إذا انت سويت أكاونت خلاص حليت مشكلة كانت عالقة لوقت طويل طبعا أنا أيضا أتكلم من منظور نظري لغويات نظرية بحثة وليست لغويات تطبيقية هذا هو تخصص تعياتي دكتور وأضم صوتي لصوتك بأنه اللهجات تثري وفي شيء حي قاعد يمشي في شيء قاعد ينمو لازم أن نستخدمه كل التحية دكتور وأسف على الإطالة وأيضا أسف على عدم هذه التغطية والإحاطة بمحاضرتك الجميلة كوني دخلت متأخذ تحياتي للكوني ياك الله الله يعقل الله خلينا السيد الحمد خلينا نروح لدكتورة هيفا دكتورة هيفا تفضلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تفضلي دكتور نسمعك طبعا أنا أسفج جدا مدخلت متأخرة ولكن تبدو المحاضرة أنها شيقة وثرية وما شاء الله لا قوة إلا بالله تغطي كثير من المنهج اللغوي كان عندي سؤال متعلق بتدوين اللهجات طبعا إحنا في الوقت الذي نعيشه أو نعيشه في وقت فيه إسقاط للحروف من الكلمات أو الكلمات من الجمل واستخدام الأشكال عوضا عن الكلمات فلما أنا أجي أدرس اللهجات أو أدون اللهجات ماذا تضيف اللهجات لعلوم اللغة؟ في حين كما ذكرت سابقا في عملية إسقاط يعني إحنا حتى كمان في الكتابة نجد إنه الكتابة ركيكة الجمل غير سليمة يعني ما عليش أنا مثل ما قلت يعني لم أحضر من البداية وأنا ما هو تخصصي ولكن تخصصي إيش الإضافة اللي ممكن الواحد إضيفها بدراسة تدوين اللهجات للغة سواء كانت لغة إنجليزية أو لغة عربية ولكم جزيل الشكر وأسهل الإطرالة أجاوب يا دكتور ولا ناخذ بعد؟ سمي دكتور هيفا الله أردك العافرة بسؤال قيم صراحة أهلا وسهلا دكتور حياك الله وأهلا وسهلا دكتور مرضي حياك الله بالنسبة لسؤالك الأول تشخيص تخصصي أنا تخصصي زي ما قلت وخوناتكس ولكن أنا مؤمن بأن مدار للعالم أو الباحث ما بستخدم كلمة عالم لأن أنا ما نبي عالم صراحة المدار للباحث هو أن يخوض غمار غمارات وعوالم جديدة تختص بلهجته تختص بتخصصه تختص بهذا فالإنسان يعني عنده هذه الإمكانية طالما تمكن من المرتكز المنهجي فقادر أن يخوض هذه العوالم بالنسبة لي أنا ما كنت أعرف حاجة في الكمبيتشنال لينغوستيكس كورس واحد فقط اشتغلت على نفسي خط هذا الغمار هل معناته أنا فونتكس ما أقدر أدخل؟ لا أنا قادر أوضف الكمبيتشنال لينغوستيك في الفونتكس وزي ما قلت أنا درست هذه اللسانيات وقاعد أخوض فيها بشغف وحب هذه نقطة النقطة الثانية يا دكتور بخصوص التدوين وبخصوص زي ما تفضلت أنا أعتقد بأن اللغة العربية غير جامدة يعني أختلف يمكن والدليل أن ما زالت هناك تراكيب شعرية وتراكيب أشياء كثيرة قاعدة تحصل الشعر ينمو لا يموت وهو أحد أوجه اللغة العربية اللي تقدر يعني خلينا نقول أنك أنت تقدر من خلال تقيم هل فعلا التراكيب الشعرية صارت ركيكة أو لا هذا أحدها طبعا التدوين مشكلة شائكة زي ما قلت يترتب عليها فوندينج أنا ذكرت البكايكور بس لأنها استنفذت أموال كثيرة وجهد كثير ولكن البدايات تكون بدايات فردية وخجولة وأتوقع أن هذا التدوين البسيط راح يثمر لو الإنسان وسع خلينا نقول أسئلة البحثية أوكي أوكي هاني فلو إنس أوكي شكرا فلو الإنسان يعني وسع الأسئلة البحثية أتوقع أنه راح يلاقي في الحقيقة يعني مجال إلى أنه يعني يضيف حاجة بالنسبة إلى الدكتورة أنا صراحة يعني الدكتورة الكريمة ما وصلني يعني أحس أن السؤال متشعب وأرى الفكرة ولكن ما عندي الإجابة الحاضرة يعني إلى السؤال وأعتدر إذا كنت قاصر على الإجابة ولكن يمكن بسبب لو وضحت لي أكثر دكتورة راح أكون لك من الشاكنة أساس أفهم السؤال مرة أخرى لأنه ما فهم فكرة الإسقاطات وما فهم دكتورة هيفة تفضل دكتورة أنا كان قصدي أنه لما نعطي اهتمام باللهجة ولا نعطي اهتمام بالستركشرة اللغوي فأيهما أولى أنا المفروض أعطي اهتمام بالستركشرة اللغوي سواء كانت الكلمات لأنه مثل ما الآن الكل بيجد مثلاً الكلمات بتحور بدل ما تكتب مثلاً الحمد لله تقوم تكتب ألف لام وبعدين سبعة فصار بدل الحا صار الرقم سبعة فبدل ما إحنا نهتم باللهجات المفروض نهتم بتراكيب اللغة سواء كانت كلمة أو جملة أو ما شابه يعني الآن حتى كمان مثلاً أنت بتقول شكراً أو إنه ممتاز تقوم تحطيش عملية الثمب فهذه كل الحاجات المفروض يعني نعطي لها اهتمام أكتر من عملية تدوين اللهجات أتمنى إنها تكون وصلة الفكرة يا دكتور أنا أول حاجة الدكتورة أنا ما أنا دكتور يعني سميني محمد سميني ما قشها أتوقع أتوقع يا سيد محمد الدكتورة هي فكان دستها بشكل فهمت السؤال الله يسلمك فأنا أول حاجة لا تسميني دكتور أنا محمد فقط يعني هذا أول حاجة الله يسلمك يا دكتورة كلامك جوهر جدا وهذا إشكالية الآن أعطيك مثال بسيط الآن حقل تمكين الآلة من التعرف على الأصوات وأصدار الأصوات إما من خلال أخذ الصوت وبرمجته من داخل الآلة أو خلينا نقول خلينا نقول إصدار النص بابا إصدار النص إلى صوت هذه في عملية الكمبيتشنال لينغوستيكس هنا دكتورة أنت أصبت سؤال جدا مهم وهي أشكالية حصلة عند اللسانيين المشتغلين على تمكين الآلة هل الآن طبعا من ناحية التراكيب لا هم متفقين على هذا من ناحية التراكيب سنتاكس ومع سنتاكس هو ما بنيت اللبنة الأولية كانت في الكمبيتشنال لينغوستيك إلا من خلال التراكيب وفهم النص وفهم يعني حتى الآن ما زالوا يشتغلوا على نماذج آلية بحيث أن الآن تفهم النص وتفهم التراكيب الأنافورة وغير الأنافورة وهذه الأشياء ولكن أنت بالنسبة للسؤال المهم والقيم جدا اللي طرحت الدكتورة بأنه أنا هل أروح أدرس التراكيب والله لا نفسه في علم الأصوات مع البرمجة هناك اختلاف هناك مدرستين في ناس قاعدة تقول لا أنا أحتاج الفونالوجيكال استركشور للمادة يعني أنا لازم أروح أخلي الآلة تفهم الفونالوجيكال استركشور إذا فهمت الفونالوجيكال استركشور بعدين نتكلم على خلينا نقول الإصدار ما يصدره الإنسان هذا فريق هذه خيمة تتكلم بهذه الطريقة هناك خيمة أخرى دكتورة تتكلم تقول لا أنا الآن في عصر كبير جدا والتطور فيه سريع جدا والآلة صارت تفكر مثل الإنسان الآن في داخل الآلة هي إيش موضوع يعني اللغة موضوع اللغة أن نجعل الآلة تفكر مثل عقل الإنسان فشافوا نماذج الآن شغالين عليها لما أتكلم على نماذج معناتها يسموها اللانجوج مودلينج أو تدريب الآلة على أن هي تصدر أصوات مثل صوت الإنسان بدون أن يحص فهذا موضوع قيم وهذا إشكالية يمكن مع دكتوري المشرف مشرفي هو من مدرسة يعني جاية مدرسة بنيوية بأن الصوت في الأصل البنيوي في عقل الإنسان ولازم ندرسه من ناحية زي ما تفضلت بنيوية ولكن أنا بالنسبة إلي لا أقول أنه الآن ما عدت تحتاج أدرس أقدمها إلى الآلة ما رح تستفيد لأن هناك الآلة صارت تفكر بشكل عصبي بمعنى أن تغذيها المعطيات وهذه الأعصاب داخل الآلة زي قادرة بأن تحل المشكلة طيب بيقول لي أنت البرفورمانس حق الآلة ما هو يعني ممتاز جداً والسبب يعود إلى البنية غير موجودة أقول له أنه هنا هذه النماذج الباحثين قاعدين يسعوا إلى تطويرها زي ما تفضلت أنا جبت مثال التعرف على الآلة من خلينا نقول لفظياً الآلة قادرة أن تتعرف على اللهجات الأمريكية هم الآن وصلوا في الخمسين في الستين إحنا ما زلنا في العشرين في الخمسة وعشرين فمعناتها فيه تقدم هائل فأتوقع أنه يعتمد زي ما قلت دكتورة على المدرسة هي مهم أن لا نغفل التراكيب أن لا نغفل المورفولوجي أن لا نغفل السنتاكس أن لا نغفل هذه الأمور ولكن زي ما تفضلت دكتورة هناك فيه جانب إنساني في اللغة يجب أن لا يموت يجب هناك ينبغي أن يكون هناك مشتغلين على هذا الجانب على تدوينها أصلاً البنيوي يحتاج هذا الجانب البنيوي الذي يدرس التركيب يحتاج هذا الجانب من دون هذا الجانب لن يستطيع أن ينجز أنا هذا في نظري وما أدري إذا دكتورة دكتورتنا الكريمة هل أجبت أم لا فأعدريني إذا قصرت الإجابة تفضل يا دكتور سيد الحمد فيه سؤال جافي عبر تويتر يقول إنه هل السلايد موجود عندك الآن تقدر سويله شيرين؟ حاضر يا دكتور أرسلها يا دكتور لا لا سوي شيرينج الآن بش لو تقدر فضل بسم الله فضل يا دكتور أروح للسلايد اللي على الصورة والصورة هذه؟ لا لا الصورة كلمة صورة وصورة أتفضل يقول هل الصورة الصاد أطول بالملي سكد من السين؟ والله شوف أنا الآن قاعد هذا الموضوع اللي شغال عليه أنا أثبتها في اللهجة القطيفية أنه لا تطول بسبب اللغة العربية زي ما قلت لغة اشتقاقية البنية حقتها أن هي تعتمد على الجد وهناك من يختلف معي يقول لا لا تعتمد على الجد تعتمد على المصدر أنا في هذا البحث طبعا ما زال بحث تجريبي هو وهذا البحث تجريبي إما يسقط وإما يصحر وإما يستمر يعني إلى أن يجي أحد يفند هذا الكلام أنا وجدت أن السين تقصر والصاد لا تطول هذا اللي وجدته في اللهجة القطيفية وجدت هذا والسبب أن البنية للغة تفرض أو الجدر نفسه يفرض قوته على اللفظ طبعا هذا معلومة مبنية على تجربة وليس انطباعية صح؟ لا 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 هذا أنا بحثي هذا أنا تفضلت زي ما قلت لكم في البداية أرجع إلى السلايد الأول أعتبر أرجع إلى السلايد الأول يا دكتور هو هذا رسالتي الدكتورات ويقدر يبحث عنه هذا البحث بحثي لرسالة الدكتورات أنا قاعد أشغال عليه والآن قاعد على إصدار نسخة عن اللهجة القطيفية ويعني بحث واحد عن اللهجة القطيفية ونسخة أخرى عن اللهجة اللبنانية طبعا الموضوع مرة رائع يا أخي أنا دائما أقول أنه في لهجات في الشرقية حقيقة ما هي مكشوفة يعني ما أنا علف عن شيء وأنا أشوف طبعا أنت تشوف الآن أنا عندي حب إلى اللهجة الحجازية عندي حب إلى اللهجة المكاوية عندي حب إلى اللهجة أهل المكاوية طبعا من الأفكار لهجة أهل المكية يسمونه المكاوية أتوقع يزعلون حقي المكة إذا قلت المكاوية أعتدر أعتدر هذا جانب السوسط ويبكي للعكس والله ما أتذكر لكن أتوقع أن هناك مصطلح ليس مرضوح فأنا ما أدري المكية أو المكاوية أعتدر من أهل المكة الكرام طيب في سؤال ثاني أستاذ محمد يقول طبعا من أختنا فاطمة تقول بالنسبة للإحصاء نوقع خبرتك أستاذ محمد نوقع من أنك مهتم بالأحصة وكذا هل في برنامج بديل نقدر نشتغل عليه بدون ما نرجى لمختص خصائي وإحصائي آسف وندفع له مبالغ طائلة طبعا أنا قاعد أقرأ رشالتها بالنص في برامج الـ SPS وفي برامج الآن نفس الـ SPS قاعدة تصير أونلاين بس هذه البرامج إذا كنت راح تشتغل فقط على الـ correlations زين؟ نروح لهذه البرامج إذا الموضوع كله فقط correlations يعني مثال في الـ psychology في تسل كثير منهم يستخدم اللي هو الـ linear regression وخلاص يعني موضوع واحد وثابت ما يقدر يستخدم يعني خلاص هذا المعتاد أو correlation يعني كلها correlation بس إذا راح تستخدم موضل ثانية في الإحصار لا أتوقع إنه الـ R الآن هو القوة أنا بكل صراحة بكل أمانة وصلني على الخاص أكثر من طلب إنه نسوي ورشة عمل أنا ما عندي مشكلة أسور الوقت والأفكار كثيرة طبعا زي ما قلت أنا والدكتور علي الحوري أتوقع البعض يعرفه منكم الدكتور علي الحوري هو يعني شخص لامع في حقل تيسل الكل يقدر يكتب الحوري أنا متشعب مرة وحين أنني أختلف من بحث إلى بحث وحين أجل هو رأى أنها المشكلة موجودة دعنا ما موجودة فأنت تقدر تحل الإشكالية هذا سوال سامحمد رائع جدا من الدكتور نايمة تقولي يعني لاحظت في الرسالة مورفو فوناتك سيجمينس القطيفي اللبانيز دايلي السؤال ليش القطيفي واللبانيز هل في مهو هذا سؤال جدا وجيب زينا زي ما أستاذ الدكتورة نعيمة هي اللي طبعا فضل للباحث يا دكتورة أنا بالنسبة لي يتوجه إلى أي لغة يعني أنا مثلا عندي اهتمام في التونس في الكورية وعندي فكرة لباحث فأنا بالنسبة لي كلساني أنا لا أعتمد على اللغبة لا أعتمد على المرتكز المنهجي والفكرة هذي أولا ليش الليبانيز كوفيد نايتين ما قصر فينا خلاني ما أرجع إلى أرض الوطن وخلاني يعني أشوف أيش البديل طيب ما هو أنا يعني الحقل اللي سويته صحيح في القطيف بس مو بس في الصين والصاد والأمور لا موضوع طويل جدا يعني في فونيمس كثيرة والضواهر أخرى يعني لكن ما قدرت أنزل العام الماضي بسبب كوفيد ناينتين ففكرت قلت طيب إيش أنا أقعد أركون يعني على ساس أنه ما نزل فمشيت إلى فينكس لأن فيها يعني أجيال قديمة وأجيال حديثة من الجالية اللبنانية وابتدأت العمل على اللهجة اللبنانية فقط ليس تفضيل يعني ولكن مضطر يعني فقط يا دكتورة بصراحة يعني ربي يكلمك ويزاق خير ويقفلك إن شاء الله في بحثك ومنتظرين البحث حقك منتظرين رسالتك الدكتورة تنزل بفارغة الصبر لذلك من صلى الله عليه وسلم وتعالى أن يعينك يعينك على إنجازها في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ونشرها في أقوى المجلات العلمية بإذن الله تعالى وترجع للوطن إن شاء الله سالما غالما حامل هذه الشهادة الدكتورة هيفا رفعت إيدها يبدو قبل ما نسكر يعني فما أدري فضل لدكتور لا يعني ما أدري فضل لدكتور أنا بست صحيح يا دكتور لكلمة المكتن دايليكت هي اللهجة المكاوية ولكن في حجازي دايليكت اللي هو اللهجة الحجازية يعني عموما أهل مكة يعني أنا مكاوية فأهل مكة وأهل جدة غالبا لهجتهم وحدة وأهل المدينة تقريبا ولو إن كان فيه اختلاف ولكن يسموها اللهجة المكاوية آه وليست المكية وليست المكية المكاوية لأنها أصلا هي يعني هي كمان أصلا له يعني ما هي ما هي معرفة ولكن هذه يعني مصطنعة من الناس يعني الناس اللي طلعوها يعني طبعا دكتورة كتبت بحث عن اللهجة المكاوية يعني في لها فيتشيز في لها خصائص تمييزة عن اللهجة الجدوية نعم الصوت يا دكتور الصوت هو يعني أنت لو دحين فيه معايا واحدة جملة برضو كمان ترى في الجملة في تركيب الجملة بناء على الدكتورة في دكتورة في سوزان بارديز من جامعة مرقرة سوى بحث عن اللهجة المكاوية في علم النحو في تركيب الجملة نعم لكن أيضا ولا قاطعكم يا جمع أيضا دكتور ناصر الجهني رحمة الله عليه اشتغل على لهجة أهل مكة وسمىها لهجة أهل مكة واعتبرها وربطها بالعامل التعليم وأخذها بين الأدوكيتد والأدوكيتد وفيميل وأيضا في رسالة الدكتورات تناول التنوع التنوع نطق حرف التع في أهل مكة في لهجة أهل مكة فكان أحيانا يضيف يعني يسميها لهجة أهل مكة أو لهجة المكهية أو مكة دايلكت واعتبرها سبرايت أكيدها سبرايت حجازي دايلك لكن بالفعل يعني تخيل رسالة الدكتورة كاملة قيمة على التنوع لهجوي لحرف نطق حرف الثاء وأنا ذكرتها صراحة أنصح الجميع رحمة الله على الدكتور الله أرحب أنصح لذكره طبعا هو أنا ما حصلتها واضطريت وقتها لما كان حي يرزق اطريتني أتواصل معه على تويتر وبعدها وفرها على صفحته مصطحي فأنا في كل شيء جميلة جدا صراحة كما قلت في بداية المحاضرة تليل جدا ما شوف أحد يعني المكة أو أنا سألهم المكوية وأعتبر أو لهجة أهل مكة ولكن أنا أجدها جميلة يعني أنا بصراحة جدا وعندي فكرة لازم أدرسه من ناحية إن شاء الله نوفق الله يوفي الكرة الله يسعدك الوالدة موجودة يا دكتور إذا تحبت تسوي دراسها هي ست كبيرة في السن ولهجتها مكاوية مكاوية الله يحفظها إن شاء الله تروح الجائحة والله يحفظ الجميع يا رب لا يسعنا في نقاءنا الجميل هذا إلا نشكر الأستاذ محمد على هذه الساعة التي أعطناها من وقته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير أستاذ محمد وشكرا لك أيضا يا دكتور محمد على هذه الإدارة الرائعة المتمكنة فجزاك الله خير وشكرا لضيفك دكتور وجزاكم الله خير أجمعين على هذه المداخلات المدرية أنا في الخدمة إذا حتيش إلى الإحصار بإذن الله أكيد حاخد بياناتك بإذن الله من دكتور زيادة بإذن الله يا الله يا رب نزاك الله خير شكرا سبحانه حمد عندك كلمة خيرة أحب تقول أجل ما نختم اللقاءنا أتمنى أن نتفقيل على الجميع أتمنى هذا قليل يعني وأعرف أن من حولنا موجودين عندهم أكثر مني ولكن لم تصعف لهم الفرصة أتمنى أن نتعاون جميعا أنا منفتح على التعاون أي شخص يعني يحد مشاركة يعني أو معونة في بحث في فكرة أو خلينا نقول تقويم فكرة أقول أنه هناك في أمانة علمية ولكن هناك في جانب إنساني الإنسان يجب أن يكون رحيم في تعاطيه العلمي يقوم الآخر وهو يقوم لي بالعكس أنا أتعلم أكثر لما يجي واحد يقول علمي بالعكس أنا أكتسب أكثر طبعا الحساب الإنسان محمد في تويتر ترى موجود على هذا وإن شاء الله تسجيل حق المحاضر هذه رح ينزل على قناة قناة المقهى في اليوتيوب والآن إن شاء الله بذن الله هذا ختامنا وليلة سعيدة واستوجعكم والله جزاك الله خير يالله السلام عليكم ومعطو الله وبركاته